لكب السلام عليكم اليوم معنا هاتف جديد وهو الريالمي اكس تو برو هذا الهاتف وصلتني عليه عديد الطلبات لمراجعته معرفة مميزاته وعيوبه كما سنعرف الفرق بين النسخة العادية ريالمي اكس تو والنسخة المتطورة ريالمي اكس تو برو حيث يعتبر هذا ال اكس تو برو واحد من اقوى الفلاكشيب التي اطلقت مؤخرا وشركة ريالمي كما نعرف رهي متألقة في الفترة الاخيرة وهي شركة تابعة لأوبو على كل حال تقدم اداء لبأس به وهذا ال اكس تو برو فيه العديد من الميزات واقواها هو المعالج والسعر المغري كما فيه بعض العيوب طبعا سنراها وسنتعرف عليها وسنعرف هل هو افضل من الشيومي مي نوت عشر برو ام عكس ذلك على كل حال تابعوني حتى نهاية وقبل ان نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا النزول تحت الفيديو ضغط زر اللايك وكما تعرفون هذا اقل دعم يمكنكم تقدمه لنا يلا نبدأ على بركة الله في البداية نتحدث عن تصميم الجوال نجد من الجهة الامامية والجهة الخلفية زجاج كل شيء مغاطى بحماية كورنين غوريلا غلاس 5 نعود الى الجهة الخلفية وفي الاعلى نجد اربع كاميرات كل هذه الكاميرات في اطار عمودي وفي الاعلى نجد الكاميرا الاساسية يحيط بها نوعا ما سوار من الليد على كل حال هذا التصميم مقتبس من شيومي مي ناين والتصميم بالشكل العمودي مقتبس من شيومي ردمي نوت 8 برو على الجوانب نجد زر الطاقة وازرار رفع وخفض الصوت نجد منفذ السماعات ومنفذ اس بي طايب سي في الاسفل اما من الجهة الامامية لدي الشاشة تشغل 84% بالتقريب من الشاشة وفي الاعلى لدينا نوتش هذا النوتش لم اجده جميل جدا كنت اتوقع شيء اقوى من هذا على كل حال ارى شخصيا النموضة النوتش ولا عليها الزمن النقطة الثانية التي نتحدث عنها في هذا الموبايل وهي الشاشة حيث نجد شاشة سوبر امولاد بحجم 6.5 انج بدقة ال FHD بلاس مع كثافة بيكسلات قدرها 402 بي بي اي مع نسبة سطوع عالية جدا وقوية صراحة واحدة من اقوى النسب التي رأيتها لحد الساعة كما ان الشاشة منحنية الاطراف 3D تدعم نسق ال HDR10 بلاس وتدعم تقنية DCI-P3 بنسبة 100% مع معدل تحديث وصل الى التسعين وهذا شيء مهم جدا لعشاق ومحبي الالعب نذهب الان الى اداء هذا الجوال وهو يشتغل على نظام اندرويد 9 عامة مع واجهة اوبو والتي هي ColorOS 6.1 اما عن معالج فكما قلنا هو معالج قوي جدا وهنا نتحدث عن اقوى معالج من شركة كوالكوم والذي هو سناب دراجون 855 بلاس الذي رأيناه مؤخرا في هاتف سمارتزان نوت برو 3 ورأيناه في عديد الهواتف الاخرى الجديدة مثل هواتف وان بلاس وبعض هواتف شاومي على كل حال وثماني الانوية بتردد 2.6 جيجا هرت مع معالج رسمية ادرينو 640 يتوفر في ثلاث خيارات رام 6 او 8 او 12 جيجا بايت ومساحة تخزين الداخلية لديها خيار 128 وخيار 256 جيجا بايت هذا الاصدار لا يدعم بطاقة ذاكرة خارجية ماكرو اس دي وحقق لي على منصة فحص الاداء انتوتو 453000 نقطة مقارنة بهاتف سمارتزان الذي راجعناه مؤخرا حقق 497000 نقطة نرى ان وجهة اوبو هنا احداثت الفرق واضعفت الاداء بالنسبة قليلة على كلها اما الكاميرا فهي ربعية الاساسية منها بدقة 24 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 وحجم بيكسل لا بأس به هي اعتمد على تقنية دمج البيكسلات ولدينا مستشعر من سامزونج وهو برايت الموجود في شامي رادمي نوت 8 برو كما تستطيع اعتها الكاميرا تصوير فيديوهات 4K ب30 او 60 اطار في الثانية وتصوير بطيء 960 اطار في الثانية بدقة الاش دي وكل هذا ما دعم تقنية الدكالي الصناعي اما الكاميرا الثانوية فهي لتقريب البصري 2x بدقة 13 ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة تصوير بزوية عريضة 123 درجة بدقة 8 ميجا بيكسل اما الكاميرا الرابعة فهي مستشعر عمق للصور البورترية بدقة 2 ميجا بيكسل عن كاميرا السيلفي هي بدقة 16 ميجا بيكسل فتح تعدسة 2.0 مع تصوير فيديوهات FHD مع الذكاء لاستنائي ونرى ان الجوال يأتي ببطارية 4000 ميلي امبر وهو يدعم شحن سريع باستطاعة 50 واط وهو شعل خرافي جدا يستطيع ان يشحلك 100 بالمئة في وقت قصير جدا عن سعر الجوال فهو بين 390 دولار امريكي للنسخة الصغرى حتى 550 دولار امريكي للنسخة الكبرى في الجزائر يبدأ من 71 الف دينار جزائري ويصل حتى 99 الف دينار جزائري نتحدث اول شيء عن عيوب هذا الجوال كونها قليلة جدا نرى ان الجوال يحمل كاميرا اساسية ليست بالدقة الخرافية مقارنة بالمينوت 10 برو خرافي جدا مقارنة بهذه الكاميرا كما ان الكاميرات الاضافية ليست بتلك التقنيات القوية على كل حال ولا يدعم الجوال وضع بطاقة تخزين خارجية لا يدعم اشعارات اللاد وجود نوج قطرة الماء حقا لم يعجبني كثيرا واما عن التصميم فلم اجد فيه اي ابداع خصوصا من الجهة الخلفية تلك الاربع كاميرات بالشكل العمودي ليست بذلك الجمال كما ان وزن الموبايل هو 199 غرام وسمكه 8.7 ميلا متر مما يجعله ثقيل وليس جيد في مسكة اليد على كل حال ننتقل الى مميزات موبايل اكس تو برو يعمل الموبايل على شاشة سوبر امولاد وهذا امر جميل جدا معدل تحديث قوي مع نسق الاش دي ار 10 بلاس وعديد الميزات مثل حماية كورنين جوريلا جلاس 5 كما ان المعالج قوي جدا يقدم اداء رواني وواحد من اقوى الاداءات حاليا في العالم ويشتغل على اخر نظام اندرويد كما سيحصل على تحديثات اندرويد 10 كيو الشحن السريع وهو المعروف بتقنية سوبر فوق فلاش شارج يستطيع شحن مئة بالمئة من البطارية خلال 35 دقيقة فقط كما يدعم هذا الجوال وحسب بعض المحللين انه يوجد به نظام تبديد الحرارة اثناء الضغط العالي او في فصل الصيف او اثناء اللاعب كما يدعم تقنيات ضلبي اتموس مع مستشعر بصمة بصري مدمج تحت الشاشة يفتح بسرعة 6.23 ثانية الان النقطة الاخيرة وهي الفرق بين النسختين نسخة العادية والنسخة برو الشحن السريع اقوى في النسخة برو فهو 50 واط وفي النسخة العادية هو 30 واط فقط تدعم كاميرا سيلفي نسخة برو تقنية ذكال استنائي على الفيديو عكس النسخة العادية وجود خاصية تصوير فيديوهات 4K مع 60 اطار في ثانية على النسخة برو فقط وجود كاميرا تلي فوتو للتقريب بصري مرتين على النسخة برو اما على النسخة العادية فيوجد بدلها ماكرو كاميرا بدقة 2 ميجا بيكسل وجود خيار 12 جيجا بايت على النسخة برو فقط كما ان النسخة العادية تدعم وضع بطاقة خارجية ماكرو اس دي عكس النسخة برو والنسخة برو عليها معالية سناب دراجون 855 بلاس اما النسخة العادية فيها معالية سناب دراجون 710 جي الذي رأيناه ايضا في هاتف المينوت 10 برو وفي الاخير لدينا حجم الشاشة الذي هو 6.5 على النسخة برو والنسخة العادية فيها 6.4 انش كما ان النسخة العادية لا يوجد بها نسق الـ HDR ولا توجد بها DCI-P3 ونسبة السطوع اقل ونسبة التباين ايضا اقل كانت هذه الفروقات كانت هذه المميزات كانت هذه العيوب للناس التي طلبت مني مراجعة هذا الهاتف الآن وأوضحت لكم الصورة لديكم الآن خيارين المينوت 10 برو هو بأقل سعر وأقوى كاميرا ولديكم الأكس 2 برو من ريلمي بأقوى معالج وأقل سعر مع كاميرات عادية والخيار لكم لمحبي الألعاب الأكس 2 برو لمحبي التصوير المينوت 10 برو هذا هو قراري في الأخير يلا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة